الدورة الدموية في جسم الإنسان بتنقسم إلى 3 مصارات أو 3 دورات مختلفة الدورة الأولى هي الدورة الرئوية أو الدورة الصغرى والدورة الثانية هي الدورة الجهازية أو الجسمية الكبرى والدورة الثالثة هي الدورة الكبدية البابية أول حاجة هي الدورة الرئوية أو الدورة الصغرى بتبدأ الدورة الرئوية من البطين الأيمن في القلب وبتنتهي في الوزين العيسر اللي بيحصل إن الدم بعد ما يتجمع من الجسم كله داخل الوزين الأيمن بييني الوزين الأيمن الدم غير المؤكسج إلى البطين الأيمن فالدورة الرئوية بتبدأ لما بينقبض البطين الأيمن فاللي بيحصل إن الصمام ثلاثة الشرفات بيقفل علشان يمنع رجوع الدم تاني إلى الوزين الأيمن بعد كده الدم غير المؤكسج بيبدأ إن هو يندفع إلى الشريان الرئوي والتالي بيعمل الصمام الرئوي اللي موجود في بداية الشريان الرئوي على منع رجوع الدم تاني إلى البطين الأيمن الشريان الرئوي بعد كده بيبدأ يتفرع إلى فرعية بحيث إن كل فر يدخل إلى الرئة الفرع الأيمن بيدخل إلى الرئة اليمنى والفرع الأيصر بيدخل إلى الرئة اليسرى وكل فرع منهم بيبدأ إن هو يتفرع داخل أنسجة الرئة إلى تفرعات أصغر وأصغر لحد ما يوصل لمرحلة الشعيرات الدموية الصغيرة اللي بتكون منتشرة حول الموصلات الهوائية فبتبدأ تحصل عملية تبادل الغازات غاز سينيكسيد الكربوني اللي بيكون موجود في الدم غير المؤكسج بيبدأ إن هو يخرج ويدخل مكانه غاز الليكسوجين فبيتحول الدم إلى دم مؤكسج بعد ما بتحصل عملية تبادل الغازات بيرجع الدم المؤكسج من الرئتين إلى داخل أوردة رئوية وعداتهم أربع أوردة بحيث إن بيرجع وردين من كل الرئة وبيبدأ إن هم يشبوا الدم تاني داخل الوزين العيصر في اللنب يبدأ الدورة الرئوية بتبدأ من البطين الأيمن اللي بين الدم غير مؤكسج إلى الشريان الراوي بعد كده اللي بيتفرع إلى شريانين بحيث إن كل شريان يدخل إلى الرئة وعد كده يرجع الدم تاني إلى الأوردة الرئوية اللي بينئله الدم من الرئة إلى الأوزين العيصر وفي نهاية الدورة الرئوية بيبدأ يعقبض جدار الوزين العيصر علشان يدفع الدم إلى البطين العيصر وبيعمل السمام سني الشرفات أو السمام المترالي على منع رجوع الدم إلى الوزين العيصر وتبقى كده أهم الأوعية اللي بتتضمنها الدورة الرئوية أو الدورة الصغرى هي الشريان الراوي والأوردة الرئوية الأربعة وصموات القلب اللي بتحدد نصرها عندنا السمام الراوي اللي بيكون موجود عند خروج الدم من القلب والصمام سني الشرفات اللي بيكون موجود ما بين الوزين العيصر والبطين العيصر ونوع الدم داخل الدورة الرئوية أول حاجة الدم اللي بيتم نقله خارج القلب بيكون دم غير مؤكسج والدم اللي بيتم نقله إلى داخل القلب بيكون دم مؤكسج وأهمية الدورة الرئوية هو أنها بتقوم بتخليص الدم من سانيوكسيدي الكربون وإمداده بالأكسجين نجي بعد كده للدورة الجهازية أو الإسمية القبرى بتبدأ الدورة الجهازية من البطين الأيصر وبتنتهي في الوزين الأيم أول حاجة بينقبض البطين الأيصر بعد ما يتمني بالدم المؤكسج فبيقفل الصمام سني الشرفات فتحة الوزين الأيصر علشان الدم ما يرجع لهش تاني بعد كده بيندفع الدم من الأورطة وبيعمل الصمام الأورطي على منع رجوع الدم إلى البطين الأيصر مرة تانية الشريان الأبهر أو الأورطة بيبدأ أنه يتفرع على عدة تفرعات معظمها بيتجه إلى الجزء العلوي من الجسم والبعض الآخر بيبدأ أنه يتجه إلى الجزء السفلي وبيتفرع إلى شرايين وفروع أصغر فأصغر لحد ما ينتهي بالشعرات الدموية اللي بتنتشر خلال الأنسجة بين الخلايا وبتبدأ أن هي توصل لها الدم اللي بيحمل الأكسجين والمية والمواد الغذائية الزعبة داخل الدم بتنتشر المواد الناتجة من عمليات الهدم زي عكسادة السكر والدهون وغاسة نكسيد الكربون خلال جدران الشعرات الدموية وبتبدأ أن هي توصل للدم فبيتغير لون الدم من الأحمر الفاتح إلى الأحمر الغامي وده لون الدم اللي بيكون موجود في الأوردة لأنه دم غير مؤكسج فبتبدأ تتجمع الشعرات الدموية وبتكون وريدات صغيرة اللي بتكون بعد كده الأوردة فبتبدأ تصب الأوردة الدم غير المؤكسج في الوريد الأجوف العلوي في الجزء العلوي من الجسم والوريد الأجوف السفلي في الجزء السفلي من الجسم اللي بيصبه بعد كده الدم في الأوزين الأيمن يبقى مصار الدورة الجهازية بتبدأ من البطين الأيصر اللي بينهل الدم بعد كده إلى الأوردة وبعد كده الأوردة بيوزع الدم على أجزاء الجسم العلية والسفلة فبيحصل تبادل للمواد الموجودة في الدم وبعد كده بيرجع الدم داخل الأوردة اللي بيصبه داخل الوريد الأوجف العلوي والوريد الأجوف السفلي اللي بينتهو عند الوزين الأيمن وفي نهاية الدورة الجهازية بينقبض جدار الوزين الأيمن لما يتميلي بالدم فبيندفع الدم غير المواكسج إلى البطين الأيمن والصمام سلاسة الشرفات بيمنع رجوع الدم تاني إلى الوزين الأيمن يبقى أهم الأوعية الدموية اللي بتتضمنها الدورة الجهازية هو الشريان الأورطة والوريد الأجوف العلوي والوريد الأجوف السفلي والصمامات اللي بتحدد مصاري الدورة الجهازية الصمام الأورطة اللي بيكون موجود عند خروج الدم من القلب والصمام التاني هو الصمام سلاسي الشرفات اللي بيكون موجود عند دخول الدم للقلب بالتحديد ما بين الأزين والبطين الأيرن والدم اللي بيخرج من القلب في الدورة الجهازية بيكون دم مؤكسج من البطين الأيصر إلى جميع أجزاء الجسم خلال الشريان الأورطة والدم اللي بيدخل إلى القلب في الدورة الجهازية بيكون دم غير مؤكسج بيتم نقلهم من الجسم إلى الأزين الأيمن خلال الوريد العجوف العلوي والوريد العجوف السفلي وأهمية الدورة الجنزية هو إمداد خلايا الجسم بالأوبسجين والمعدة الغذائية الزائبة ومنلاحظ أن الجانب العيمن للقلب بينقبض في نفس الوقت اللي بينقبض فيه الجانب العيصر ليه وبالتالي بيتم ضخ الدم غير المعكسج من البطين العيمن في نفس الوقت اللي بيتم فيه ضخ الدم المعكسج من البطين العيصر يعني الوزينين بينقبضوا مع بعض في نفس الوقت اللي بيكون فيه البطينين في حالة انبساط وبعد كده البطينين بينقبضوا مع بعض في نفس الوقت اللي بيكون فيه الوزينين في حالة انبساط والوقت اللي بينقبض فيه الوزينين بتكون الصمامات الموجودة ما بين الوزينين والبطينين مفتوحة وفي نفس الوقت بيكون الصمام الراوي والأورطة مأفولين وفي الحالة دي بيكون ضغط الدم في الجسم أقل ما يمكن يعني من 70 ل 80 ولما بينقبض البطاينين بيتقفل الصمامات الموجودة ما بين الأزينين والبطاينين وبيتفتح الصمام الراوي والصمام الأورطة وفي الحالة دي بيكون ضغط الدم في الجسم أعلى ما يمكن يعني من 110 ل 120 نيجي بعد كده للدورة الكبدية البابية بتبدأ الدورة الكبدية البابية من الشعيرات الدموية لخملات لمعاية دقيقة وبتنتهي بالشعيرات الدموية في الكبد أول حاجة بتمتص خملات إلى معاية دقيقة الجلوكوز والأحماض الأمنية اللي بتنتقل إلى الشعيرات الدموية الموجودة داخل الخملات فبتبدأ الشعيرات الدموية أن هي تتجمع في أوريدة أكبر وأكبر لحد ما تصبح محتوياتها في الوريد البابي الكبد اللي بيكون متصل بي برضو أوريدة من البنكرياس والطحال والمعدة بعد كده بيتفرع الوريد البابي الكبدي أول ما يدخل إلى الكبد إلى أفرح صغيرة بتنتهي بشعيرات دموية صغيرة بيتم ترشيع بعض المواد الغذائية الزائدة عن حاجة الجسم من خلال جدرانها الصغيرة فبيحصل لها بعض التحولات في الكبد زي مثلا تحول الجلوكوز إلى جلايكوجين في حالة زيادته عن حاجة الجسم بعد كده بتتجمع شعارات الدموية داخل الكبد علشان تكون الوريد الكبدي اللي بيخرج من الكبد وبيبدأ أنه يصبح محتوياته في الجزء العلوي من الوريد الأجوف السفلي اللي بينقل الدم بعد كده إلى ألوزين العيمن في الأنين اللي بينقل الدم اشتركوا في القناة